الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزي عنوار إبراهيم بحث خلاله الأوضاع الإقليمية وجهود مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخلال الاتصال ثمن الرئيس السيسي حرص ماليزي على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة فيما أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقدير بلاده للدور المحوري لمصر في عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة في هذا السياق مؤكدا دعم بلاده لجهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة وقد توافق الجانبان كذلك على التشديد على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في غزة وأهمية طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار وتفعيل حل الدولتين أعلن مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مراسم توقيع صفقة شراكة التثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة كان مجلس الوزراء قد وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى والتي تتم بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة هذا وأشار الرئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة راح ضحيتها أربعون شهيدا وأكثر من مئة جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شنت غارات على أربعة منازل في المحافظة الوسطى لفتة إلى أنه جرى نقل جثامين الشهداء والجرحة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح وفي بلدة الزويدة وسط القطاع مع أصفر عن مقوعة عدد من الشهداء والجرحة استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن تواقم الأسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين الشهداء وعددا من الجرحة كما قصف طيران الاحتلال منزلا آخر واستغرف رفح ما أدى إلى وقوع إصابات دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي الكونغريز الأمريكي إلى إقرار حزمة مساعدات إضافية لكييف مضيفا أن التقاعص عن القيام بذلك سيكلف الأوكرانيين أرواحهم وأضاف زلنيسكي أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا إذا انتصر في أوكرانيا هذا وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية ولي أديامولي وكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستفرض عقبات على أكثر من 500 هدف مرتبط بروسيا بالتزامن مع الذكرى الثانية للعملات العسكرية الروسية بأوكرانيا وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإجراء الذي يتم اتخاذه بالشركة مع دول أخرى سيستهدف المجمع الصناعي العسكرية الروسي فضلا عن شركات في دول أخرى تساعد في تسهيل وصول روسيا للسلع التي تريدها يستضيف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا لدعم أوكرانيا الاثنين المقبل وجاء في بيان صادر عن مكتب ماكرون أنه تمت دعوته زعماء ووزراء أوروبيين لحضور المؤتمر للنظر في الصبر المتاحة لتعزيز تعاون الشركاء لدعم أوكرانيا من جانبه أكد الرئيس البولندي أندريا دودا أنه سيحضر المؤتمر لمناقشة مقترحات جديدة للحل وتقديم المساعدة لأوكرانيا تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة معرض أهل رمضان بالعريش وأكد شوشة أن المعرض يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان لفتا إلى توفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق وأضف المحافظ أن إقامة المعرض تأتي بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلتها في الأسواق الخارجية موسيقى موسيقى